حمود الدرة قال بالحرف الواحد و بالملي المشاكل اللي موجهة البيكرامي في عشرين اتنين و عشرين و قال ان هو هياخد مركز خامس بس للأسف الناس كلها طلعت هجمته و قالت علي ان هو حمر لحد لما هاني رنبود اكد نفس الكلام اللي قاله بالحرف الواحد تعالوا نشوف الفيديو سوا و انحلل الفيديو مع بعض السلام عليكم ازايكو شباب الاخبار معاكم ميجو داميجو فات فورماتك في البيت لو دي او ما رتشوفني في القناة هنا حب اقولك اهلا وسهلا بيك انا اسمي ماجد انا متمرن في البيت بقى لي اكتر من عشر سنين فتنس و اونلاين ترينر و في الفيديو بتاع النهاردة بدون الخوض يعني في مقدمات كتيرة هنحلل الفيديو بتاع كابتن محمود الدرة عن مشاكل الوجهة البيكرامي و عن التنبؤات اللي هو قال عليها في الفيديوهات بتاعته في البوست اللي رشرتها على الفيسبوك اللي الناس هجميتوا فيها عز المهاد تعالوا نشوف الفيديو مع بعض في الاول ده كان انترفيو مع هاني رامد و هادي شوبان فالمزيع كان بيسأله بيقوله من تحليلك و من وجهة نظرك يعني ايه هي المشاكل اللي كان بتواجه بك رامي اللي خلته يبلايس او يطلع رقم خمسة مش رقم واحد تعالوا نشوف ايه كده في عجلة سريعة بصة كما للاسف البيكرامي كذا حد اكد ان هو كان متصاب كان عنده قصابات كتيرة قوي و ما قالش عليها حتى سامسا موي لسه شايف الفيديو من شوية لسه نزل تقريبا من ساعة بيقولك ان هو كمان كان عنده اصابة في الكتف يعني عدا معي عنده اصابة في الكتف عنده ضمور في عضلة الترايسب كلام هاني رامبود وكلام محمود الدرة عنده مشكلة في الجلوتس وفي الهامسترينجز الخرم او الثقب اللي عنده في الكواتز وعنده كمان اه مشكلة في اللغر باك في النيرف او في الاعصاب بدعته فهي باكتج كلها على بعضها بلاس بلاس ان هو ما كانش جايب احسن تنشيفة كان بيه اكتر منه تنشيف بس ما كانش مية في المية يعني ما كانش احسن حاجة ان هو ما يحطوه في الاخر كان من حقه لان هو ان هو يتحط في النص ويتقارن بالناس ما يتنحاش قوي كده على اخر الطرف بتاع اللاين تعال نشوف محمود الدرة قال ايه انا اتذكر بجد بصراحة يعني في ساعتها لما محمود الدرة قال او الاحتماليين اول ما حصلوا حطوا في اللاين رقم ستة قال يا جماعة ده حالة من اتنيني اما انا متفائل جدا ان هم شايفينهم ده اكبر حد وانشف حد واحسن حد فاحنا مش هنقارنوا باي حد تاني هو الريدي في المكانة بتاعته في رقم واحد او ان هم شايفين الناس احسن منه فقالوا لا ده ما يتقارنش بدول ده دول انشف منه وككونديشن وكسافة عضلية وككل حاجة فاحنا نخليه هناك وفيه برضو حالة ثالثة جريج دوسات قال عليها قال ان كبير الحكام كان متحيس جدا 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 ان هو مش بيحب البيجرومي مش بيحب البيجرومي اللي اعم علشان هم تم دعوته كذا مرة ان هو يطلع في جست بوز يطلع على المسارح كجست بوز او كزائر يعني ولكن هو مطلعش وما اعتزرش فكبير الحكام مش بيحبه شخصيا وهو اكتر حد نحاة وللاسف بالتبعية كل الحكام اللي بيكونوا موجودين في النص طبعا لان الموضوع ما بيبقاش كل واحد في الاسكريم بتاعته وبعد ما بيخلصوا الاسترحة بيقولوا اه انت رأك فلان فلان اي اي رايك طب اي رايك نجيبه فلان طب ممكن يحصل تحيز وممكن فعلا الهيت جوج او الحاكم اللي هو ماسك الدنيا دي كلها يأثر على بقية الحكام بالسلبة ده كان رأي من الاراء بتاعت جريك دوسات اللي كان بيعلق عليها وقال ان ده ظلم على فكرة ان البيجرامي ميتحطش في النص لان ده دفندنج تشامب تمت مواجمد محمود الدرة جابت جدا طبعا وشتموه كمية شتيم على الرغم انه لما بينزل مصر محمود الدرة انا اتصدمت برضه من الاحتفال حتى هو اطلع في فيديوهاته وقال يا جماعة طب انتوا ازاي بتشتوني في الكومنس وفي نفس الوقت بتستقبلوني استقبال غير الطبيعي ففي حاجة مش مفهومة في حاجة مش طبيعية اول حد قال ان البيجرامي عنده ضمور في الترايسب كان محمود الدرة وبالتبعية كان هاني رنبود وقال بعد كده بقى على مشاكل اللي عنده في الكوادز ومشاكل اللي عنده في الظهر فالحق يقال يعني اكتر حد اتكلم عن الموضوع بحيادية تامة هو محمود الدرة يا جماعة هو مش محتاج ينفس في اي حاجة ومحمود الدرة اصلا ما شاء الله ناجح وبيزنسمان وفي نفس الوقت هو مش الديفجن بتاعته يعني ده فئة 212 وده الابن ديفيجن وفي نفس الوقت هاتين مصرين والانتين اصلا فده اللي الناس مش فهمان للأسف وبرضو الكلام بتاعه بيصدق عليه بعد لما هاني رنبود قاله اه ده اوجه الخواجب بقى بصد هاني رنبود قال ايه طب ما هو قال كلام ده اصلا كله من قبل ما هاني رنبود يقوله بس ده للأسف حاجة فيه نحنا كعرب يعني محمود الدرة من الناس اللي عندها خلفية ومن الناس اللي عندها متعلمة اوي فهمش يعني بصرف النظر طبعا ان حتة اللبن والالبان والكلام ده بنختلف معي في حاجات بس الرجل عنده فيجن والرجل يعني مش هقول كلام هباء وحتى لو قال كلام هباء يا جماعة فدي وجهت نظر الشخصية ويحترم عليها ومغلطش في الراجل مش هتموش مقللش منه ومعملش اي حاجة خالص ده ايه وجهت نظره بحداية تم عايز تخبلها يا ابن الناس تخبلها مش عايز تتخبلها خلاص اعمل له افلو اعمل له اونفولو انا شخصيا في الفترة من الفترات كنت عامل محمود الدرة اونفولو اسطوبه من كانش عاجبني وطريقته في الكلام ويشاتمه والكلام ده فخلاص انت مش محتاج ان انت تهاجمه يا عم الكوندنت بتاعه مش عاجبك اعمل له اونفولو الموضوع بسيط اوها جماعة اعمل له بلوك يا سيدي بس متعودش شتايم 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 الموضوع بجد مستفز جدا عقدة الخواجل الاسف هممكن واحد ابن بلدكم يبقى فاهم زي احسن مدارمين في العالم لما تيجي المعلومات ضد كل الناس التانية من ابن بلدكم لا 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 الاخمار اخماره من نفس وايور ما بيفهمه نفس الكلام الجريك دوساد قاله قال برضو ان بيجرامي في الفترة ده مش عايز حد يطبطب عليه او مش يطبطب عليه فيه مثل كده بالانجليزي يعني يقوله الكلام اللي هو بجد محتاجه عشان يتطور قدام مش الكلام اللي هو ايه اللي بيسمعه او الله ده انت جامد طبل طبل انت جامد انت جامد يعني حتى مدارب المداربين بتقعوا قبل الاسبوع قبل الاسبوع قبل الاسبوع واحد بس كما نزله فبيقول انت مستر اوليمبيا فنم يعني هو ماشي هو جامد وكل حاجة بسم الله ما شاء الله الله وقبر عليه هو مش لسه هندرد برسنت ما تقعدش تقوله اه انت جامد جدا انت هندر برسنت سماعه الكلام اللي هو محتاجه فعلا يعني جريج دوسيت قال انا لو كنت في الوقت بتاعه ده شفته في الحالة ديت كنت قلت له لا يمعلم انت محتاج تنشاف اكتر من كده بلاس السيمترية بجانب ان ارنولد كان يتكلم عن الموضوع ده اه وتشاد نيكلز تكلم عن الموضوع ده محمود الدرة تكلم عن الموضوع ده اكتر حد هيزبطه فعلا 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 في الموضوع ده هاني رنبط ولازم بقى الكلام ان هو ان محمود الدرة مش بنفس عليه الراجل زي ما هنشوف دلوقتي كلم له احسن دكتور بيعالج مشاكل الاعصاب اللي في الظهر فحيحثنا ان احنا كمان نحاول نوصل له الدكتور ده دكتور تقريبا هندي عاد في دبي او حاجة زي كده علشان يتواصل مع ابو جراميو علشان نشوفه حل طبعا الموضوع مش اكيد 100% ان هو يتحل ولكن الاصابات بتزيد ومع زيادة يعني مع التمارين لفترة زمنية اطفال الموضوع بيسوق انت متخيل يعني الظهر بتاع السامة عشرين عشرين عدد مستر اولمبيا كان طلع كده التصريح يعني ان هو كان ظهره كان ممسوح بنسبة لات ساي مسلا اه عشرين في المية السنة دي لأ فيه خمسين في المية وحطين صور بفور وافتر السنة دي والسنة اللي فاتت ففيه فرق واضح جدا والاسف الموضوع بيسوق يا جماعة لان انت بتخيل انت بترفع حديد في حديد في المفاصل بتاعتك هتسوق اه احصل لك دمور في العضلات ممكن تحصل لك اطعف بعض العضلات لان هي لعبة لأسف يا جماعة زي ما قلتلكو هي لعبة توكسك زي ما تقول ايه هي علاقة سامة كده فبس منحبها دا من ايه بالنسبة بقى للدكتور اللي الدور قال عليه كان بيتكلم طبعا ان هاني رامبوت هو احسن الاشخاص اللي هي هتعيد له التوازن دا لان زي ما شفنا مرضو في الفيديو اللي فات لما ارنولد اتكلم على ان مش شرط ان انت عشان تبقى احسن حد على الستيج تبقى اكبرهم انت خلاص اثبت العالم ان انت احسن واحد في الكبر وفي نفس الوقت في الديفينيشن برضى فخلاص يعني حافظ اصباع الكونديشن دا لانه مفيش حد ادخل منك حيث تبقى اللي هتثبت ان محمود الدرة مش بنفس خالص لان زي ما تركي جماعة دا فئة ودا فئة ولا اتنين مصرين اولا واخيرا اللي انا مقتنع به شخصيا ان هو اكلم له احسن دكتور في العالم اللي انا بقولك عليه هيقول لي اسمه حتى دلوقتي عادل خان دكتور عادل خان اسمه انا اللي تغيره بنفسك كلمتوا على التليفون الموضة فبيحثنا يعني ان احنا نتواصل مع البيجرومي او نشوف يعني اي طريقة احنا نتكلم بها البيجرومي طبعا مش احنا شخصين يعني احنا كعمة يعني بحيث ان هو يشوف الدكتور دا ان هو جايب له احسن حد متخصص فطبعا معتقدش ان التخصصات دي موجودة هنا في مصر فاكيت طبعا البيجرومي هيتواصل يعني اتمنى ان هو يتواصل مع الشخص دا ويحلوله المشكلة دي تلاقي ان الموضوع سنة عن سنة فعلا بتسوي ربنا يسطر وان شاء الله اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعمل الحاجتين دول فعلا زي محمود يتواصل رأيال ان هو يتيم اب مع هاني رامبود ويكلم الدكتور دا طبعا مش مية في المية ان هو يتم علاجه ولكن نسبة كبيرة جدا يعني ان شاء الله بازن للا ما تروح لحد متخصص وتاخد بالاسباب فان شاء الله الدنيا تكون افضل دا الفيديو بتاع النهاردة ولست مشتركتش في القناة ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيه عشان يوصلك كل جديد دعوة حلوة كده جماعة بالله عليكم من قلبوك عشان مانا بجد اتعبان جدا والله وبالنسبة للتدريب الاونلاين ممكن تسيب كومنت تحت الفيديو دا او تتواصل معي على الرقم اللي في الديسكريبشن بوكس او سندقو الوصفة شكرا جماعة لكل الدعم بتاعكم وان شاء الله هشوفكم في الفيديوهات الجديدة